ايرانيا ايضا ازيح الستار عن احدث واكبر طائرة استراتيجية من دون طيار تدعى فتروس تستطيع القيام باعمال الرصد والمراقبة والمسح الجوي فضلا عن انها قادرة على القيام بعمليات قتالية كونها مجهزة بانواع الصواريخ والقاذفات وخلال مراسم ازاحة الستار عن هذه الطائرة قال وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان انها اجتازت بنجاح مختلف الاختبارات الاكثر تخصصا وانها قادرة على التحليق مع شحنتها لمدى الفي كيلومتر وارتفاع خمسة وعشرين الف قدم والطيران المستمر لفترة تصل الى ثلاثين ساعة هذه الطائرات هي في اعلى مستوى من حيث التقنية والاداء والقدرات على الاستجابة للمهمة على اكمل وجه هذه الطائرات بلا طيار يمكن ان تقوم ببعثات استطلاع مهمات دورية الانجازان النووي والعلمي يأتيان في وقت وصف القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري تصريحات المسؤولين الامريكيين حول ان الخيار العسكرية ما زال مطروحا بانه محضو كذب وان الامريكيين يخشون مهاجمة ايران اكثر من اي بلد اخر ويلوحون بذلك فقط لاستغلاله كادات اشتركوا في القناة